إيمان بالقضاء والقدر على الوجه الصحيح له ثمرات عظيمة جدا فهو يزيدنا ثباتا ويزيدنا يقينا بحكمة الله ونسلم الأمور إلى الله ويصير عندنا إخلاص القدر يحمل صاحبه على الإخلاص الإيمان بالقضاء والقدر ويعلم أن الأمر كله لله والملك لله والعطاء والمنع لله خلاص ما يطلب مننا لا يطلب مننا شيئا يلجأ إلى الله يعلم أن كل الأمور لا تنال إلا بتقدير الله فيدعو الله يسأل الله يقبل على الله لأن الناس ما لهم من الأمر شيء فينال الإخلاص ثم يكون عنده التوكل وتمام التوكل على الله لب العبادة ولا يصح التوكل ولا يستقيم إلا لمن آمن بالقدر على الوجه الصحيح والتوكل على الله سبحانه وتعالى هذا بناء على الإيمان بالقضاء والقدر وكذلك يصير عند العبد قوة رجاء وإحسان ضم بالله فلا يتهم ربه فيما يختار سبحانه وما يقدره ثم الإمام القضاء والقدر ينشئ عند العبد رضا وطمأنينة نفسية خرص ما قدره الله قبلنا به وكذلك فإنه يسلم لأمر الله يسلم لأمر الله إذا اشتدت البلوى تخفف بالرضا وكم نعمة مقرونة ببلية وتخفى والإمام القضاء والقدر يجري بالتواضع إنه لو واحد جاء له مال يقول هذا قضاء الله هذا قدر الله ما يقول بعبقريتي وذكائي وتكبر لو الله ما قدر ما أخذه شيئا لا لو كنت أذكى واحد في العالم إمام القضاء والقدر يجعل عند الإنسان شجاعة وإقدام الشيطان قد يقول له إذا ذهبت للجهات ستقتل يقول طيب أجلي جاي جاي يعني يعني إذا كنت سأموت سأموت لو أنا على في فراشي في البيت فلن يقعد ولن يجبن وأيضا يصير عند العبد محاربة لليأس محاربة لليأس إذا صار مؤمن بالقضاء والقدر حقا يتخذ الأسباب الشرعية كما أمر الله ويتوكل على الله ويصير عند الواحد قناعه وعزة نفس رزقه مكتوب أجله مكتوب يسعى ويسأل الله سبحانه وتعالى من فضله ويسأل الله سبحانه وتعالى من فضله